من لندن ينضم إلينا باباك إماميان الخبير في أشيون السياسية والاقتصادية الإيرانية مرحبا بك سيد إماميان هل تمت تقرير اقتصادي يشي أو يخبرنا مدى خسارة الحكومة الإيرانية اقتصاديا على الأقل خلال خمسين يوم من التظاهرات المؤشر الأفضل هو مستوى العملة فالعملة الإيرانية بالمقابلة الدولار الأمريكي كانت ثلاثين ألف تومان وقد وصلت إلى حوالي خمسة وثلاثين ألف تومان مقابلة الدولار الواحد لذا فكان هناك انخفاض في قيمة العملة هذا ليس مرده لأننا لا نبيع النفط نحن نقوم ببيع النفط ونجبي الأموال لأن هناك انفاقا أكثر من أموال البترو دولار على قوات الأمن في السابق كان هناك تقديرات تشير إلى أن هناك حاجة فقط إلى عشر مليون دولار يوميا ولكن نظرا لكافة هذه الإضافات فإن الرقم قد قفز إلى ثلاثين مليون دولار يوميا لذا سنويا من ثلاثة فاصل خمسة مليون قد صعد رقم إلى خمسة مليون وإذا ما قامت إدارة الرئيس بايدن بإنفاذ العقوبات ومنع إيران من بيع النفط فإن الحكومة الإيرانية لن يكون لديها هذه الأحدى عشر مليار دولار لإنفاقها على القوات الأمنية سنويا هناك تقارير سيد باباك تتحدث بأن السلطات الإيرانية تعتمد على الكثير من رجال الأعمال ممن يعملون في العقار إلى أي حد هؤلاء الآن هم مستقرون ويستطعون ضخ الأموال في الداخل الإيراني طهران على وجه التحديد وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد أو أنهم لا على العكس تماما قطاع المساكن هو قطاع داخلي لأنه يعتمد على الاسمن وعلى المعرفة والتقنية المحلية في البناء ولا يحتاج إلى تجارة دولية لكن نفس هؤلاء الأشخاص العاملين في هذا القطاع بحاجة إلى معدات إلى ماكينات وإلى إنتاج لذا فأن القطاع والأشخاص الذين يفترض منهم أن يشتروا من المطورين لا يمتلكون القوى الشرائية بصرف النظر عن بناء المباني أو أن لم يكن لديك الأموال الكافية للشراء وهذا واقع حال الشعب فأن المطورين غير قادرين على بيعه لأي شخص آخر لو سمحت لي لأعود لنقطة فخلال عهدة الرئيس ترامب وأثناء فرض حملة ضغوط القصوى انهارت العملة الإيرانية من 40 ألف إلى 30 ألف خلال عمل وخلال عهدة بايدن فالعملة الإيرانية كانت مستقرة وسببه في ذلك يعز إلى أن الرئيس بايدن كان قد خفف العقوبات وسمح لإيران ببيع النفط ولكن هذه العقوبات الأمريكية باعتبارك تتحدث عنها سيد باباك لطالما استهدفت قطاعات أو شخصيات على الأقل لا تمتلك أموالاً في العواصم الأوروبية ولا واشنطن فالسؤال الذي نطرحه دائماً ما تأثير ذلك؟ أتفق معك كلياً فهي ليست سوى كلمات وخطابات وورق على حبر لا يوجد أي قيمة لهذه العقوبات وخاصة إذا كان لديك أهداف أو أشخاص مستهدفين من هذه العقوبات وأنت مسعد لإنفاذها فما من فائدة من هذه القوانين التي مجرد حبر على ورق خلال إدارة ترامب فإن وزارة الخزان الأمريكية أنفقت أموالاً طائلة على إنفاذ تلك العقوبات لكن منذ جاء بايدن إلى السلطة فقامت بتخفيض هذه العقوبات وبالكاد أنفقت أي أموال على إنفاذ تلك العقوبات في ظل كل هذه العقوبات سيد باباك كذلك تلجأ السلطات من وجهة نظرك لشركات موازية بمعنى أنه إذا فرضت على الشركة ألف عقوبات بالتالي هناك شركة باق وإن لم يدرها إيرانيون ولكنها تحت مظلة السلطات وبالتالي الاستفادة أكثر قد يسعى النظام إلى تجربة أشياء عدة في نهاية الأمر الأمر كله يتوقف على إذا ما كان لدى الحكومة الإيرانية الأموال الكافية لإنفاقها لأنهم بسبب هذه العقوبات فأن الحكومة الإيرانية بحاجة إلى الأموال وهي تنفتقر لها ومن خلال هذه العقوبات فأنه لن يتم تسليم أي شيء إلى إيران لذا لابد لنا أن نعود إلى المربع الأول تصدير الصادرات النفطية إذا ما توقفت وإذا ما تم إنفاذ العقوبات ووقف إيران من بيع النفط كما عمل الرئيس رمب عندما قام بوقف بيع النفط إلى أكثر من مليون ونصف مليون برميل فهذا سوف يكون وضعا مختلفا كيف تختار السلطات الإيرانية من يدير قطاع النفط لأنه يعتبر ظهر السلطة في الداخل الإيراني هل هذا ينسحب بنفس الطريقة كاختيار الدبلوماسيين والوزراء وغير ذلك أستاذ باباك فلننظر إلى واقع النظام الإيراني فهذا النظام هو نظام ديكتاتوري ومن يقبع على رأسه علي خامنئي المرشد الأعلى وبحكم شخصيته هو رجل مريض وقد تكون هذا فضيلة لكن في أوقات الأزمات هذا علامة ضعف لأنه في هذه الأوقات لابد من انتخاذ قرارات صعبة وهو عاجز عن انتخاذ هذه القرارات والآن على سبيل المثال البرلمان الإيراني كان قد أرسل خطابا إلى هيئة القضاء الإيرانية يطلب منه أن يقوم بالسماح بإنزال أحكام أعدام جماعية بالمحتجين بوصفهم أعضاء الله وقد استلمت هيئة القضاء هذه الرسالة من البرلمان الإيراني لتقول حسنا أن البرلمان والذي يمثل الشعب لذا فأن الشعب يرغب منه أو يريد منه أن نقوم بتنفيذ هذه الأعدامات الجماعية بحق المظاهرين هذا ما يحدث وهذا هو واقع الحال في إيران وهو مؤسف للغاية شكرا جزيلا لك من لندن بابك إماميان الخبير في شؤون السياسية والاقتصادية الإيرانية